الموضوع زيارة مكرون إلى المغرب تذكير بالسيطرة الاستعمارية كما تبعت كاملين الشاف ولا البطرول ديال المغرب والمغربة المسمى مكرون ولا رئيس ديال فرنسا حيث وخاتب ديال مكرون تبقى فرنسا هي البطرولة ديال المغرب ويبقى المغرب ضيع ومرحاض لفرنسا هذه هي الحقيقة ولا مفر منها لهذا نقول في الموضوع تجددت زيارة مكرون الحاكم الفعلي لما يسمى بمملكة الخميسة زيارة مكرون إلى المغرب الذي بات أشبه بمستعمارة فرنسية من أجل وضع اللمسات الأخيرة على انتقال السلطة في ظل الانشقاقات الخطيرة التي تشهدها الأسرة العلوية ربما كلام واضح ولا يحتاج إلى توضيح سبب زيارة مكرون جاء فقط من أجل وضع اللمسات الأخيرة على انتقال السلطة في ظل الانشقاقات الخطيرة التي تشهدها الأسرة العلوية كان صراع على السلطة صراع على الكرسي صراع على العرش صراع على من له الحق والشرعية ليحكم المرحلة المقبلة لهذا جاء ماكرون ليؤكد للعالم أن بولودنين المسمى حسن القشل ولا القلش ابن سلمة البناني أنا دائما سأسميه حسن ابن سلمة ليس احتقارا وتصغيرا لسلمة ولكن لأن سلمة نعرف أنها أمه فيما أبوه لا يعرفه أحد اختلفت الروايات هناك من يقول أنه ابن خالد فكري الحارس الشخصي لمحمد السادي السابق الذي وجد مقتولا في إحدى ذلاته على أساس يعني الرواية الرسمية تقول أن شي واحد مش يسرقه تصور أنت تسرق واحد حتى بالرصاصة ما تخطيش تشده وهناك رواية أخرى تقول أن قنص الفرنسا في تنجا هو الأب البيولوجي دي الحسن القلش هناك القلوب الريفية حسن ابو المزور ابو الودني لهذا دائما ما سأكرر هذه الكلمة حسن ولد سلمة أنا عمار غدا نقول ولد محمد الساديس حيث محمد الساديس اتضح فيما بعد أنه لا علاقة جمعته بالمسمات سلمة البنانية محمد الساديس اتضح أنه يعني حساس وشذ جنسي ولا تربته أي علاقة عاطفية بالألثة ولكن علاقته العاطفية دائما ما تجمعه بالذكور وليس بالإينة وهذه الشيرة واضح ما شيئنا اللي كان قلوه تقارير وجرائد وأخبار وأصرار كلها تؤكد على أن محمد الساديس ما شيئ من هدوك الناس الذين يعشقون المرأة أو الذين يحبون المرأة ولكن محمد الساديس يعشق الرجال أغدش نقول الرجال حشا ولكن أقول أنه يعشق الذكور وتزوج مرتين على سنة الشيطان مشي على سنة الله أبدا الزواج الأول والآن تزوج للمرة الثانية والغريب في الأمر أن كل الأزواج دي المحمد الساديس كلهم من أصول ريفية وهنا ما يتضح أن محمد الساديس يعاني من خلال النفس وخلال عقلي وخلال هرموني جيني لأنه يكره الريفيين إلى أقصى درجة في المقابل يحبهم لأنك يشوفهم الرجول لهذا نقول للناس دي الريف استمروا في رجولتكم رغم كالش حاجة اللي ستحرركم كأبناء دي الريف إلا الشجاعة والرجول قد نكمل الكلام دي وإذا استمر الوضع على هذا المنوال فأني سأستمر ساعات طويلة في هذا اللي إذن في مشهد يعيد للأذهان عصور الاستعمار أكدت هذه الزيارة قبضة فرنسا المستمرة على المغرب الذي يعامل كمستعمرة خاصة لا يحق لأي طرف آخر تدخل فيها كيف شجاء ماكرون كيف تم استقباله كيف رحب به كيف جد بنت سلم أعتقد اسمها خديجة كيف يشبق وكي يعطي له الركوع والسجود والإنحناء والإحترام المبالغ فيه إلى درجة القدسة هناك يوضح هذه رسالة واضحة من فرنسا إلى العالم أن المغرب أرضي أنا ولا يحق لأي طرف آخر التدخل فيه هذا المغرب دي أنا اللي دي غن دير فيه اللي بغيت منذ الحماية الفرنسية للمغرب سنة 1912 لم ينقطع النفوذ الفرنسي عن المغرب بل تعمق عبر مصالح عبر المصالح الفرنسية الاقتصادية والسياسية التي أبقت المغرب راهينة للهيمنة الفرنسية ورغم موضي عقود على استقلال المغرب بين مليون قوس يعني استقلال المغرب اسميا كما سماه الرئيس الجمهورية الرفياء عندما كان متواجدا حينها بمصر سماها بالاحتقلال وليس بالاستقلال إذن ورغم مضي عقود على استقلال المغرب اسميا إلا أن النخبة السياسية فيه تعمل كواجهة لتنفيذ السياسات الفرنسية لهذا بحكم أن النخبة المغربية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية كلها أو جلها خريجت المدرسة الفرنسية وتقدم ولاءا مطلقا لفرنسا حتى الواحد درجة كل الوزراء والمسؤولين الكبار والأمنيين والمخابرات وزعامة المخابرات ورؤسائها كلهم عندهم تكوين فرنسيا هو ما يؤكد أنهم منطقيا الولاء ذي لهم سيكون لفرنسا وليس لأي جهة أخرى وتقدم ولاءا مطلقا لفرنسا كما أن أجداد هذه النخبة المتحكمة في المغرب كانوا عملاء وخوانا لفرنسا وعلى رأسهم الأسرة العلوية العلويين معروف عليهم أنهم خوانا العلويين معروف عليهم أنهم سنة 1912 وقعوا معاهدة الحماية مع فرنسا من أجل حمايتهم من تمرد الأمازيغ الذي كان حينها جد فرنسا باش تربيع يعني كل يعني الحركات المتمردة وتقضي على الثورات الأمازيغية التي كانت جلها ضد العلويين الخبثة لهذا هذا النسل كي يحكم دابا في المغرب كلهم أبناء الخوانا أبناء من وقعوا معاهدة الحماية أبناء من وقعوا اتفاقية إكس لبان التي بموجبها منح المغرب على طبق من ذهاب لفرنسا ولا تزال فرنسا تتحكم في المغرب وستبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أو إلى أن ينتهي الوجود العلوي من المغرب عندما ينتهي الوجود العلوي من المغرب فحتما سينتهي الوجود الفرنسي والهيمنة الفرنسية من المغرب صدقوني معادلة صعبة استمرار النظام العلوي في المغرب هذا يعني أنه أن استمرار فرنسا في نهب وسلب الخيارات مستمير عندما يقضى على النظام العلوي في المغرب فحتما أن الخيارات ما غير يأتي فرنسا لتنهبها ولا تسرقها في الماضي كان صلاتين العلويين مثل يوسف وعبد الحفيظ والحسن الجزار حسن لقلاوي يسافرون إلى فرنسا لترتيب هذه الزيارات يعني لترتيب الطريقة ديال الحكم مش كل غادي يحكم لكن الوضع الصحي للمسمع مالك المغرب أو المقدم ديال المغرب المقدم ديال الفرنسا الشيخ ديال الفرنسا الوضع الصحي ديال ما كيسمح لوش يسافر أرى شفته كاملين بنادم بقى فيه غير كادر يعني جثة تتحرك محمد السديس ما بقى فيه الحم ما بقى فيه مجرد يعني كادر احنا كان قلوب الريفية أركاد ما نعرف موجود هذه الكلمة بالعربية ولكن بقى فيه غير كادر بنادم مات حي ميت حاضر غائب واقف ما كيعرف كي دير هك ما عارف كي يشوف يلا قلت لوش كون هذك ما كرون ما عقلوش الله ما عقلو الله ما عارف الله ما عارف كي نهائيا وقفو بالسف عطول الدواء والإباري وقفو قدام الكاميرا كل دقيقة يتحلوهم يوقفو المقطع يسجلو عاود يوقفو احتجبوا منه هذه 4 ساعة صافي رأى المغرب مزيان رأى فرنسا اعترفت بالسحراء رأى فرنسا بجانبنا رأى النظام الكفران يتعدبون ويتقلبون وكذا وكذا وصافي المسرح هي انتهت مشى فرنسا رجعت البلاست ها باش تستمر في تسيير هذه الدولة المسمت بالدولة المغربية واخر قلت انه في الاوقات الماضية قبل عقود وقرون من الزمن كان منين بغى انتقال السلطة في المغرب من مجرم الى اخر كان هذا المسؤول يطير او يزور فرنسا من اجل الترتيبات لكن الوضع الصحي دي المجرم محمد السديس ما كيسمح لاش باش يمشي الفرنسا شنو قاع فرنسا اللي جات عندو فرنسا اتت اليه عوض ان يذهب هو اليها طبيعة الحال مما جعل ماكرون يأتي شخصيا مجددا تأكيد تأكيده للعالم ان المغرب هو ملكية وحضيرة خاصة لفرنسا ولا مكان لأي تدخل خارج فيه لم تقتصر تدخلات فرنسا على الجانب السياسي فقط فقد رسخت نفوذها الثقافية حيث تنتشر اللغة الفرنسية وتعتبر الأساس في التعليم مما يعمق التبعية ويمد فرنسا بوسيلة تستغل فرنسا موارد المغرب من زراعة وصناعة وسياحة مما يجعلها سوقا مفتوحا لمصالحها ويضمن ولا النخبة السياسية المغربية لمصالح فرنسا بالطبع وفي ظل هذه الهيمنة بارزت فرنسا كلاعب رئيس في القضايا الحساسة للمغرب مثل ملف الصحراء الغربية إعلان فرنسا الأخير حول الصحراء المغربية كما قال هو بطبيعة الحال والصحراء الغربية كما نقول نحن إعلان فرنسا الأخير حول الصحراء بين قوسين المغربية جاء ليؤكد أن مصالح فرنسا ليست مرتبطة بمصالح المغرب بل هي مصالح فرنسا أولا وأخيرا هنا لابد نقش باش نوضح بعض شي حويج أرى فرنسا هي المغرب والمغرب لا يمكن أن يكون بدون فرنسا فرنسا هي التي صنعت المغرب والمغرب ما كان ليكون لو لا فرنسا لو لا وجود فرنسا ما كان شيحة جسمتها المغرب وما ستكون شيحة جسمتها الأسرة العلوية أو النظام العلوي النظام العلوي كان لينتعي قبل عقود من الزمن لكن فرنسا أنقذت النظام المغربي العلوي ودفعته إلى الأمام ووفرت له شروط الاستمرارية هذا كلام واضح لهذا فرنسا من إنك تجي فرنسا لتقول أن الصحراء مغربية رامش لأنها تدعم الأطروحة دي المغرب ولكن تدعم الأطروحة دي المغربية تدعم مصالحها هي تضمن مصالحها هي علاش أرهي لا إلى الصحراء الغربية استقلت وهذا الذي سيحصل بإذن الله تعالى بكل قلب نك ندعي إن شاء الله أنها استقلال الصحراء في طريقه واستقلال جمهورية الريفية في طريقه شنو بغيت نقول هنا أرى فرنسا ما يمكن تقبل واحد الكيان سياسي مستقل اسمه الصحراء الغربية ولا الجمهورية الريفية لأسباب عديدة أبرز هذه الأسباب أن قيام الجمهورية الصحراء في الصحراء الغربية يعني أن مصالح فرنسا في هذه المنطقة انتهت ما تبقى ما تبقى شيء بصلاح الأرض سيقوم تحالفات مع فرنسا سيقوم علاقات سياسية اقتصادية اجتماعية سيقوم ولكن بشروط سيقول الفرنسا قلسل التبلع قد ندرو بغيتي الحوت ها هي الشروط بغيتي الرملاء ها هي الشروط بغيتي الفوسفات ها هي الشروط مشير غا تبقى تجي عند الصحراء على أساس بحل يمشي تلفاس ولربط لكن هذا الشي في المغرب ما كينش علاش حيث المغرب ما كان ليكون لولا فرنسا فرنسا تنظر إلى المغرب على أنها نقول احنا بحل وحدة ما نعرف كيف أشغل نسميها مدينة فرنسية مقاطعة فرنسية أنا مثلا رجل أعمال عندي واحد الأرض كنت نستفيد منها هذا كل المسؤول على الأرض يؤكد لأن أنا اللي عندي الحق أن أن تمتع بهذه الأرض جاء واحد يريد هذه الأرض يعني واحد صاحب الحقيقي والتاريخي والشرعي أنا لجيك كرجل أعمال وكرأس مالي متوحش نقول هذا الذي يعطي لي هذه الأرض والخيارات هذه الأرض لي ماشي هذا هو الذي عزيز علي ولكن كان ضمن من خلال هذا السيد هذا الذي سنسميه والمقدم والعامل سنضمن أن هذه الأرض والخيارات سيبقى عندي إلى جمول هذه الأرض واجرع على هذا الخدم الذي خدمت أمك الذي يقدم مطلق له ماذا سيقع علي صافي لا تبقى هذه الأرض نستفيد منها دون كي لقيت هذه الأرض هذا شفار ماشي لي أن أنا بغيت هذا شفار ولكن كان خاف أن منصف نفس المعادلة في الموقف المغرب وفي الموقف السحراء الغربية والجمهورية الريفية فرنسا لا يمكن لوجيك الممطقي لا يمكن تقول لك رأس السحراء الغربية يعني لقيت لك الصحراء مغربية عفوا لقيت لك رأس صحراء غربية ماشي مغربية هذا يعني أنها قضت على رأس ها قضت على النهب والسلب والملايير دي الأموال التي تجنيها عن طريق المقاطعة دي لها المسمى بالمغرب ده باش نفهمه واقعي إلا أنت كتستنى فرنسا تقول لك راس صحراء غربية رأي ما كتفهمش في السياسة وما كتفهمش في المصالح السياسية وما كتفهمش في المصالح الاقتصادية فرنسا من حقها تقول هذا فرنسا إلا امتيقنا ومتأكدة أن البوليزاريو غادي تعطي لها كتار منين كي يعطي لها المغرب والنحطة غدا تقلب على المغرب هم كيتمشوا على المصالح ولكن كما سبق وقلت راه الإنسان السحراوي ما غاديش يسمح لك في حبة من الرمل أرى أنتم هم كتعرفوش السحراوي أنا كان عرفوهم زيان الإنسان السحراوي والله ما يسمح لك في شبر شفتي الشبر ديال السحراوي اللي حتى يموت عليها إذن فرنسا نورمان غادي تقول لك راه ماشي ماشي غربية مغربية وخا هو في البرلامان قال غربية السحراوي راجل راجل نقولوها السحراوي يا مراء الإنسان الريفي رجل المراء الريفي يا مراء هذه حقيقة ومعنى أصلا ما تقدرش تجمع بين الريفي والمغربي والصحراوي ما يمكنش كل واحده والجينات دياله كل واحده والمنطق دياله كل واحده والأصل دياله كل واحده والثقافة دياله ما يمكنش المغاربة الأغلبية دياله قبلوا بالعبود بالإنبطاح بالتباعية ولكن السحراوي شوفوش تمشي تقدر تمشي السحرا غد يتغتصب الأطفال الصغار كما يحصلوا في مراكوش وفاس وربط وضالب ما يمكنش غيكون واش السحراوي بيعليك ولده باش تغتصب وانت ما يمكن ونفس الشيء للإنسان الريفي نفس الشيء للجزائري ولكن مع الأسف ما كان عممش بعض من المغاربة مع الأسف راشحنا الفيديوهات كي يبيع ولده كي يبيع لهذا باش من من مشوش بعيد في هذا الموضوع قلت أن فرنسا مرتبطة يعني مش مرتبطة بمصالح المغرب بل هي مصالح مرتبطة بمصالحها هي أولا وأخيرا ولمن ينتظرون من فرنسا اتخاذ موقف لصالح الشعب المغربي عليهم أن يروا الواقع كما هو فرنسا قلت هذا بغد عودها بواحد الصغة أخرى فرنسا لا تكتارث يعني المنطق الاستعماري ما كنا ندرش على فرنسا المنطق الاستعماري المحض المنطق الاستعماري عموما لا يكتارث لا بمحمد السديس ولا بنظامه ولا بشعبه كل ما يهم فرنسا الاستعمارية هو استمرار هذا النظام الوظيفي الذي يخدمها ويضمن بقاء المغرب في ظل فرنسا وتحت وصايتها تدخل فرنسا في شخص مكرون في الشأن المغربي ليس بالأمر الجديد هنا لابد أحيلكم إلى واحد الحاجة وقعت قبل سبع سنوات وبالضبط 2017 أعتقد في يوليوز 2017 ما كرون قام بزيارة إلى مقاطعته المسمة بالمغرب دار واحد المؤتمر الصحفي في هذه المرحلة دي 2017 كان الحراك في أوجه اعتقالات اختطفات يعني أريف على على صفيح كسمته صفيح ساخن نظام المغربي في شخص المسمى محمد علاوي المحمد السديس ما كانش عنده أي وجه الكاميرا ولا يعطي أي تصريح في الموضوع شنوقع؟ هذا المسمى ما كرون هو اللي اعطى تصريح يعني خلال حراك ديال الريف وبينما التزم المسمى محمد السدي سلم الملك المغرب الصمت خرج ما كرون يتحدث نيابة عن المغرب ونظام ديالها في سابقة خطيرة في تاريخ الأعراف سياسية عمرو ما وقعت في التاريخ وهنا ستفهم ماذا تعني ماذا يعني المغرب لفرنسا وش مثلا سيأتي الرئيس الفرنسا يهدر في ألمانيا أو يأتي شولت مستشار الألماني يتحدث في هولندا باسم الهولندي أو يأتي من عرف فرنسا تتحدث باسم الجزائر لا يمكن ولكن في المغرب وقعت وقعت في 2017 في شهر سبعة تحدث ماكرون نيابة عن المغرب والنظام في سابقة خطيرة في تاريخ الأعراف السياسية كأن الأمر وكأن المغرب لا سلطة له ولا سيادة وكأن صوت الشعب قد سلب منه ليدار من باريس مما يرسخ قناعة لا مما يؤكد قناعتنا بأن النظام المغربي يخضع لباريس وليس لشعبه ختاما لكي نكمل هذا الموضوع ختاما وفي تنقض قوي في موقف النظام المتصين مقارنة بإدعاءاته الدينية والسياسية وفي خطابه الأخير داخل البرلمان المغربي المقطع الفرنسية وصف ماكرون حركة حماس بالإرهابية ودافع عن إسرائيل في الدفاع عن نفسها رغم أن ما ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل يدخل ضمن إبادة جماعية ممنعجة وهو ما أكدته أيضا محكمة العدل الدولية التي تستعد لإصطار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين لكن في مملكة العلويين حيث يدعي النظام أنه حفيد الرسول وأمير المؤمنين ويرأس لجنة القدس ظهر بوضوح كأنه نظام صهيوني أكثر من الصهيين أنفسهم بدعمه المطلق لإسرائيل وتواطئه مع إجرامها ومخططتها هذا الشيء اللي يقع كان كارثة بكل المقاييس ماكرون في وسط البرلمان دي المقاطعة الفرنسية في الرباط قال بعظمة لسانه وأمام ما يسمى بمجلس التواب قال أن حماس حركة إرهابية وأن إسرائيل من حقها أن تدافي عن نفسها احتشي مغربي ما محتج أتحدث عن المغاربة يعني البرلمانيين والوزارة والمستشارين إلى آخرين احتشي واحد منهم محتج احتشي واحد ما قال اللهم إن هذا منكار بل الجميع التزموا الصمت ليس هذا فقط بل سفقوا بحرارة كبيرة هذا الفاضحاء تنظف إلى فضائح أخرى يكون النظام العلوي بطلها عيب وعار أن واحد النظام يدعي أنه نظام مسلم يدعي أنه أمير المؤمنين وحفيد الرسول ويدعي أنه ويترأس لجنة القدس في المقابل يأتي الرئيس الفرنسي والرئيس الفعلي والحاكم الفعلي والحقيقي للمغرب ليقول كلمة لا يجرؤ أحد على قولها شفتي حتى ماكرون في البرلمان الفرنسي لا يمكن أن يقول هذا الهدر والله لا يمكن حيث كان الكثير المحسوبين على التيار اليسار ينددون ليلة نهار بما ترتكبه إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني الأزم شهدنا مداخلات كثيرة لنواب برلمانيين على المستوى دي العالم يدينون ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية ومنهجة في حق الإنسان الفلسطيني الأزم لكن في المغرب وفي دولة أمير المؤمنين هذا الكلام الذي قالوا المسمى ماكرون كلام ما كان لينطق به لولا أنه كان متيقنا أنه في حضير وفي مرحاض عمومي عدد وقفونا يا موسيقى